وستاذ خالد قصته كلها كانت في الليوز اهو الليوز استاذ خالد عنده 55 سنة وعملنا له عملية الليوز عشان ما حدش يجي يقول لي ان الليوز ما بتتشلشي قبل وبعد الليوز ملهاش سن ولا ليها تقول لي سنة ولا ليها تقول لي 60 سنة بنشيلها سنة وجبتلكو حالات كتير جدا اللي بيتابعني كل يوم سبت بنشوف حالات عملنا لها الليوز والمرة الجاية ان شاء الله هنعرض لكم حالات سنة وسنة ونص وسنتين الطفل مش بينام بس الطفل مخنوق بالليل اكتر من حالات الاستاذ خالد